اهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ولا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي قبل أيام أقرأ في موقع اسمه معدل البطالة أو علاقة بمنظمة العمل الدولية تحدث عن نسب البطالة في كل دول العالم وأنظر إلى قائمة بالدول كل دول العالم جغل بها البطالة جغل نسبتها بالبطالة خليها من أكثر الدول نسبة إلى أقل الدول وأقرأ فيها أن نيجيريا رقم واحد في العالم اللي هي أكثر بطالة بها وبعدين جنوب أفريقيا ووراها البوسنة والرابع العراق الله أكبر طبعا تجي ووراها أفغانستان وغير دول وسوريا كل هذه الدول هي مدول بس وورا العراق بها البطالة أقل إذن العراق ضمن قائمة معدل البطالة العالمي هو الرابع على العالم بحجم البطالة بنسبة البطالة في بلده نسبة بطالة هائلة جدا ويتحدثون عن رخاء وازدهار لا يمكن لبلد فيه اقتصاد وفيه اقتصاد يعني مزدهر وفيه احترام للمواطن وفيه تقدير للمواطن وفيه بناء وفيه رفاهية وفيه بطالة مستحيل ماكوهي شيء يعني ما تركب ما تيجع على سطح واحد إذن عندما يقولون العراق بلد فاشل دولة فاشلة هذا واحد من أسباب الكبرى لديه بطالة والرابع على العالم بالبطالة مثلما هو واحد من بين الدول العشرة الأكثر فسادا في العالم والأكثر خرابا والأكثر فشلا هو العراق الآن هو يعني الدولة رقام أربعة في معدل البطالة العالمية بنفس الوقت ما هذا يعني هذا يزعل ويقهر في بلد ثرواتها هائلة يتحدثون عن موازنة 152 مليار دولار وقبلها مادمية وثلاثية ما عرفش قيد ومليارات تريليون ونصف تريليون دولار بس وموارد النفط اللي جدتي خلال العشرين سنة كلها راحة وحد يدري والمواطن من فقر إلى فقر يزداد الفقر وخارطة الفقر تتوسع وخارطة البطالة تتوسع وخارطة المرض والجوع والأمية والخراب كل سيء يتوسع في العراق إلا الخير ما ماكو يعني ماكو شي خير ماكو شي طيب ماكو شي شي جميل ماكو ازدهار ماهما مايسنب بالعراق لأنه هؤلاء وراءه فرغم أنه هذا يعني يجعلك يعني تبكي دم تقطر دم داخلك مع ذلك اللي سيئك أكثر واللي اللي زعلك أكثر أنه هؤلاء من من العاطلين عن العمل يعني عندما يتحدث نقيب العمال أو رئيس نقابة العمال العراقيين يقول لدينا 15 مليون عاطل عن العمل هم من ذول العاطلين عن العمل الغالبية العظمة ترى ونكلموا كل العراق بس الغالبية العظمة من الجنوب من ما يسمونه الحاضن الشيعية لهم ثلاثة أرباح هم عاطلين عن العمل النفط ترى مايشغل أقل من واحد بالمئة من العراقين كلها شركات أجنبية وكلها عقود استثمار وانتهت القضية ذو لا مايشغلون أحد فالنفط مايشغل أقل من واحد بالمئة من العراقين وإحنا لا عدنا صلاحنا على زراع ما عدنا غير التوظيف وعدنا ثمان ملايين موظف ويأخذون سبعين بالمئة مدر خمسة سبعين بالمئة من الموازنة وانتهان موضوع خلص خلي الناس تروح تموت جوع وعاطلين وخليصيرون جرائم وخليصيرون عصابات وخلي الخطف وخلي القتل وخلي استهتار وخلي المخدرات وخلي الناس تغروا تركبوا البحار وموتون بالبحار هذول العراقين الحلوين بالتالي ما لأسف الشديد عموما في الوقت الذي نقرأ ان العراق هو رابع اكثر بلد بطالة في العالم نقرأ تصريح لامين عام غرفة التجارة الايرانية شيرازي 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 قبل يومين يقول ان العمال العراقيين مرحب بهم للعمل في شركات المقاولات الكبيرة في العراق التي تعمل مع الحكومة العراقية ويدفع للعامل البناء البسيط الذي يحمل الطابوق مثلا الف دولار بالشهر مع السكن والطعام بما يعادل هو يتحدث يدفعوا له الف دولار هذا عامل الطابوق اللي يحمل الطابوق البسيط الف دولار شهريا بما يعادل خمسين مليون تومان ايراني وهو مبلغ كبير جدا هو يحتي مهن ويساعد اقتصاد الوطن يعني يقصد ايران ويساعد الاقتصاد الايراني من خلال تحويل هذه المبالغ من العراق الى ايران وهو قال ايضا انه ما يحصل عليه العامل ايراني في العراق خلال شهر واحد يعادل عمل ستة اشهر في ايران حتى يحصل على نفس المبلغ واكد واكد انه يعني الستة اشهر الماضية هو يقول يقول اكثر من مئة وثمانين الف عامل ايراني راح يشتغلون بالعراق خلال الستة اشهر هاي الماضية من بداية السنة من شهر الواحد شهر السادس مئة وثمانين الف راح يشتغلون بالعراق ولان الحكومة العراقية فتحت الباب لدخول العمالة عمل لا حول ولا قوة الا بالله يعني العراقين يهاجرون حتى يلقى حتى يلقى له وطن امن حتى يلقى له شغل ويموت جوع ويشرب مخدرات ويقتل وينتحر ويظاهر بالشمس ويموت وما عنده بيت حتى تجيبون العمال اليرانيين الشغلهم تطوال بدولار بالشهر هذه القضية واضحة تهريب للأموال هذه حكومة السودانية اللي يقول حكومة وطنية غير شكل والإطار يقول إحنا غير شكل هذا هذه لعبة غريبة عجيبة يلعبون على العراقيين بطريقة غريبة عجيبة يعني هذا المواطن اللي يسمو حاضنتكم واللي تعال الطوم وتعال ما عرف شنو وهذا عيد الغدير وهذا مدري منه والمالك يطلع ينظر عليها بالطائفية والكذب والمعد يقوم غيرها والخز علي وهذا الكلام الكبير هذا المواطن يجب أن يبقى يعني منبوذ ومقهور ومكسور ظهره وتجيبون الإيراني حتى تطوال بدولار عامر عامر الطابو بالشهر وتعفوه من الضرائب وتعفوه من رسوم ضريبة العمل ويحول المبلغ مثل ما يريد وحتى يغتني لحل والسؤال هنا اللي يطرح نفسه هي هذه حكومات حكومات إيران لو حكومات العراق خلي جاوبونه إذا هم حكومة إيرانية قلي قل يقول أننا حكومة إيرانية وإيران تحتل العراق واتح الموضوع حتى ندعو الله ندعو الناس الخيرين يساعدون العراقين حتى يتحررون من هذا الاحتلال أما يقولون أننا حكومة وطنية واستقلال ودستور ومجلس برلمان ومعرف منه ومجلس نواب ونناقش القضية الفلانية ونجيب القضية الفلانية وبالتالي نحن بهذا الشكل ناسنا ما تشتغل البطالة عندنا نحن رابع دولة في أعلى نسب البطالة بالعالم ونجيب عمال من إيران حتى نشغرهم عندنا ونطيهم ألف دولار كل واحد من هذا المبلغ من تجمعه خلال ستة أشهر مصيبة مصيبة مليارات الدولارات تتروح لإيران في هذه الطريقة فهذا هذا واحد من أوجه الفساد هذا واحد من أوجه احتقار العراقيين مع الأسف الشديد من قبل هذه الحكومات التي تدعي أنها جاءت من أجل المظلومية وجاءت من أجل العراقيين دعنا نظام سابق هذا الحكي كافي وراء عشرين سنة كافي هاي الاصطوانة المشروخة عشرين سنة سويته كانت لكم فرصة كبيرة أن تبنون شيء يحترم المماطن ويعتز به ويدافع عنه ما بنيته بالعكس خربته وخربته البلد ودمرته وما زلتم رعاة لمشروع تدمير هذا البلد هذه خلاصة الكلام في أي موضوع في موضوع الكهرباء اللي تحدثنا به بالحلقتين السابقة في هذا الموضوع موضوع البطالة موضوع الفقر موضوع المستشفيات موضوع الدراسة موضوع العلم التربية كل شيء يتعلق بنظام سلطة وعملية سياسية خراب في خراب مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة